دايماً العلاقة الحميمية لها خصوصية بين أي زوج وزوجته ما ينفعش تكون غير بحب ورضى والسؤال دلوقتي تعمل إيه الزوجة لو كانت مجبورة على العلاقة الخاصة دي مغصوبة عليها والرجل اللي قدامها شايفه نضحقه الشارعي وإنه هيغدو حتى لو كان بالقوة ده أهم سؤال خرجنا بيه من قصة ياسمين النهاردة وهنتكلم فيه مع دكتور وفاق دكتور وفاق يعني إيه اللي اختصاب الزوجي؟ يعني أنه الراجل المفروضة لعلاقة الحميمية زي ما قلتي تكون فيها رومانسية تكون فيها مقدمات الأديان كلها بتقول كده يعني علم النفس بيقول كده والراجل بيبقى يزدها بالعافية ميوة مش بمزاجها أنا متجوزها ليه؟ عشان تعفيني تديني حقي ده بقى يعني لو أي حاجة بالعافية بدون ردة طرفين تبقى اختصاب حتى لو هم متجوزين بس إحنا بقينا نسمعها والمصطلح ده مكانش موجود لا عندنا مصطلح كانوا بيتريقوا عليه كده في وقت ما الستات بتشتكي أو البنات تشتكي من التحرش والحاجات دي فيقولوا كانوا دايما يتريعوا الحكاية دي حتى لو استدت قالتها مع الراجل من حقها يعني لو هي في وسط العلاقة أنت لو قلت نو أنت متجوزة ده مش حق حرام عليك أنك تقول له نو أنت بسا أنا تعبانة أنا هل كان أنا معايا العيال بحمي العيال واشتغل وبقوم أشوف أكلك وبقوم ما جاتش على يوم أنه خلاص تعبانين ده الفهم الخاطئ للدين اللي هو أنا من حق والملائكة هتبتل عنه فهم خاطئ للدين ما حادش أقول كده أن هم بيستغلوها زي ما قلتك الشرع محل أربع أكيد المنطق بيقول أن ربنا مش بيأمرك بحاجة أو بيأمر بحاجة تجيب إذاء للطرف ربنا قال السكينة والمودة والرحمة أنه تبقى رحيم بيها تبقى ساكن ليك ومودة لما أنت تلاقي تعبانة طبطب عليها وتودها لكن بالعافية أنا بقوله هو ممكن يكون تحت تأثير المخدرات بيبقى مش فاهمه وبيعمل إيه ده حقيقي ولا هو ما بيهتم مش فعلاً إلا بنفسه لأنه بروح يكلم ستات وبيكلم وبيكلم بس هل ده عذر مبرر يعني؟ لا مش مبرر لا طب لا مش مبرر أنا بقوله مبرر عشان سيبه أنا مبرر نوع وصل لمرحلته هو مش واخد باله وبيعمل إيه في مراته ممكن يعمل أي حاجة في عياله بس أنا شفت حالات بيبقى هو في كامل كوالة عقلية وعرف هو بيعمل إيه كويس ومفيش مخدرات ومفيش أي مخدرات وعيد طب لو أنا جيت قلتلك على سكين بديوصل لدرجة أنه ممكن يأيادها كميل يعني تأييد نيسا دية لو جيت قلتلك بعنا السكين شوت اللي شفتها هو أنا لما لقي جوزي بيبعت لبنات وأقول ده عادي ما هو ده في العلم الافتراضي أصد ده الإنترنت يا حبيتسي أنا مستغربة بس أنها بتقول إيه أصوطة لما على الإنترنت ونو فيلنجز ومش بوبلك صوت صوت يعني معقولة يعني دي مش خيانة أنه يجيله ميسج ويرد عليها أو يبعت صور أو 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 خيانة ثقة لأنه ليه أنا بكلم حدي داني